هنروح للخبر حديث الشارع الرياضي حديث العالم كله هو كأس العالم كأس العالم اللي كل الطوائف وكل الناس دلوقتي بتستمتع بمباريات كأس العالم كأس العالم عشرين اتنين وعشرين في قطر من أحلى كؤوس العالم اللي تلعبت أولا من حيث التنظيم من حيث الفنيات والسنة دي جاي من حيث الفنيات ان دايما كنا بنشوف كأس العالم بيجي في نهاية الموسم دايماً بيكون اللعيبة عندها تشبع زهني وفني لكن السنة دي جاي بعد الشهر الثالث من بداية الموسم كل اللعبين في فرمة جيدة طبعاً فيه لعيبة كبار ما حلفهمش الحظ بسبب الإصابات لكن كأس العالم ممتع جداً بنشوف مباريات قوية بنشوف منتخبات قوية فيه فرق مرشحة دايماً البرازيل لما بنتكلم عن كأس العالم دايماً من أولى أو أول الفرق المرشحة للحصول على كأس العالم بنشوف فرنسا بنشوف الأرجنتين أيضاً رغم الخسارة من السعودية في المباراة الأولى لكن يظل الأرجنتين من الفرق المرشحة فرق كبيرة جداً بنشوفها في كأس العالم كمان سعاداء كلنا بالأداء العربي لما بنشوف قطر اللي خلاص خرجت يعني أو عدم سعودها مشاركتها في كأس العالم بنشوف منتخب تونس بنشوف منتخب المغرب والأداء الراعي بنشوف منتخب السعودية كلها منتخبات عربية شقيقة كلنا كعرب بنكون سعداء بمشاركات الفرق العربية أيضاً بنبارك منذ قليل صعود فريق من القرى الأفريقية فريق السنغال اللي عنده عناصر كبيرة وكان صاحب الصعود على حساب مصر في التصفيات ووصوله إلى نهايات كأس العالم أنا كمصري لما بشوف كأس العالم بالتنظيم وبالروعة في بلد عربي بشوف عدد كبير جداً من الجمهور العربي حاضر ببقى حزين شوية إن منتخب مصر مش موجود في كأس العالم ولما بقول منتخب مصر يعني بتكلم عن أكتر من مئة سنة كرة قدم منتخب مصر أو مصر بالذات اللي أسست للتحدي الأفريقي من أولى الفرق في القرى الأفريقية تاريخ كبير جداً وإحنا منذ شهور قليلة بنحتفل بمرور مئة سنة على تاريخ الكرة المصرية ببقى سعيد بالتاريخ الكبير لكن في نفس الوقت ببقى حزين على عدم وجود مصر في كأس العالم لما نرجع بالتاريخ والماضي بنشوف مشاركات مصر في كأس العالم قليلة جداً وضئيلة جداً بتاريخها الكبير بنشوف مشاركة مصر في 34 مشاركة مصر في 90 في إيطاليا و2018 في روسيا عدد قليل جداً على التاريخ الكبير لمصر على اللعيبة والمواهب الموجودة في مصر فالنهاردة أتمنى من السيادة القائمين على الكرة في مصر لازم يبقى عندنا خطة واضحة عندنا رؤية واضحة عندنا خطة لـ 2026 النهاردة لو إحنا بنفكر إن إحنا مجرد نوصل كأس العالم فما بقاش ده الإنجاز إن الإنجاز بطولة كأس العالم القادمة 2026 هتكون بمشاركة 48 منتخب إحنا دلوقتي 32 عدد المقاعد الأفريقية في كأس العالم القادمة هتزيد هتوصل لعشر منتخبات بعد ما كانت خمسة هتزيد لعشرة الضعف هتكون إن شاء الله فرصنا أكبر لكن النهاردة الناس القائمين على الرئيسة في مصر أتمنى التخطيط مش مجرد مشاركتنا بنشوف السعودية وهي بتشارك في كأس العالم السابقة في روسيا وخصانيتها في مرات الافتتاح أمام روسيا بخمسية بترجع أقوى من الأول وتفوز على فريق مرشح هو الأرجنتين هو ده التخطيط التخطيط للمستقبل أتمنى أن يكون عندنا تخطيط للمستقبل لأربع سنين قادمة جبنا جهاز فني فيتوريا كل الدعم ليه لكن النهاردة الرؤية لازم تكون أربع سنين حتى اختيارات اللاعبين والعناصر السنية الصغيرة مع عناصر خبرة الموجودة لازم نخطط لأربع سنين التخطيط أيضا ما بيكونش المنتخب بس النهاردة بنشوف في ألمانيا وفي البرازيل وفي كل الدول المتقدمة التخطيط بيبتدي من قاعدة الناشئين مرة في حواري مع الدكتور حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وهو قامة كبيرة جدا مش في مصر بس في العالم واحد من اللي صنعوا النهضة الرياضية في كرة اليد في مصر دلوقتي كلنا بنفتخر أن كرة اليد المصرية بقت موجودة على الخريطة العالمية مشاركتنا في كأس العالم ما بقيتش ترتاكل مشاركة بس لا ده بقيتنا بننافس على مراكز متقدمة أخدنا قبل كده كأس العالم في الناشئين خدنا وصيف العالم بقنا دلوقتي بنقف على منصات التتويق ففي مرة بسأل الدكتور حسن مصطفى بقول له يا دكتور حسن وحضرتك صانع نهضة كبيرة جدا في كرة اليد المصرية لو النهاردة عايزين نكون كرة القدم المصرية زي كرة اليد المصرية وما نكون شي ضيوف لا ده احنا نكون ضيف دائم في كأس العالم لكرة القدم ايه المطلوب او ايه الرسالة توجهها للقائمين على الكرة القدم المصرية الحاجتين اول حاجة الاهتمام بقعدة الناشئين ومسابقات الناشئين تاني الاهتمام بقعدة الناشئين ومسابقات الناشئين تاني حاجة الاهتمام ببطولة الدور الممتاز كون عندك بطولة قوية عندك بطولة ممتظمة عندك تهتم بعناصر اللهباء ومن ضمنهم الحكام عشان ترتقي بالدور الممتاز هم دول الحاجتين لتمنى ان احنا نشتغل عليهم حتى بنشوف بطول الدور المرتبط في اليد ازاي تقوي فرق الناشئين في اليد عندك عشان النتائج مرتبطة بالفريق الاول هو ده التخطيط وهي دي الرؤية للمستقبل اتمنى القائمين على الرياضة المصرية انهم ياخدوا بالاسباب دايما يكون عندنا تخطيط وانا بتكلم واحنا بالوقت ما عندناش مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم تخيلوا لو قلنا الدكتور جمال محمد علي هو مسؤول عن تطوير المدربين لكن مين اللي بيخطط مين اللي بيحط مسابقات الناشئين مين يقول المسابقة دي نهتم بيها ومين المسابقة دي بشكلها بالشكل الفلاني مين المسابقة دي بالطريقة الفلانية مين النهارد ما عندناش للأسف منتخب زي 2006 اللي خرج وفيه عناصر مبشرة جدا عناصر اتوقع ان اللعبها تكون في الدور الممتاز معندي ايتها وتكون في منتخب مصر الاول المنتخب ده مصيره ايه يا ترى مجرد خروجنا خلاص كل واحدة يقعد في بيتها وكل واحدة في نديد هي دي الرؤية وهو ده التخطيط واتمنى ان شاء الله التوفي للمسؤولين عن كرة القدم المصرية التخطيط للأفضل خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة